كما شدد الرئيس السيسي على سعي مصر لتحقيق التهدئة في قطاع غزة من خلال إطلاق صراح الأسرة والرهائن الموجودين في قطاع غزة ولفت الرئيس إلى أن مصر تعلن عن جهودها في هذا الإطار بعد إتمامها يتبقى أن نحن نبذل الجهد أيضاً للجميع يعني أن نحن حرصين أيضاً على أن نبالينا دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق صراح الأسرة والرهائن الموجودين في القطاع وبنبذل جهد بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها